السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم الشباب عاملين ايه اتمنى النت تكون بافضل حال وقتاً صحة ما اجمل كرة القدم عندما تكون منصفة عندما يكون الفريق المرشح هو اللي بيحصل على البطولة عندما يكون الفريق الذي يقدم اقوى اداء داخل هذه البطولة هو الفريق اللي بيحرز البطولة في النهاية عندما يكون الفريق الاكثر تركيزاً الاكثر نجاعة الاكثر قوة والاكثر هجومياً وكل شيء ممكن تقولوا عليه هو اللي بيفوز بالبطولة بتحس اني انت ما تدحكش عليك ان انت اتفرجت على فريق فعلاً مرشح فريق اداء البطولة حقها فاستطاع ان هو يفوز في النهاية وده بتأكيد اللي عمله المنتخب الاسباني او المتادور الاسباني في البطولة ككل مش قدام المنتخب الانجليزي فقط لغير في النهاية عشان يحصل على البطولة الرابعة له ينفرد بالرقم بالنسبة لليورو ويبقى هو اكتر من توج بهذا اليورو فالله بينا ندوس لايك للفيديو واشتراك في القناة معكم محمود بادران مجنون يونيتد وتعالوا نتكلم عن فوز اسبانيا باليورو لو جينا نتكلم قبل المطش فاعتقد ان الفرقتين عندهم ما يكفي من الحوافز ان هم يقدروا يفوزوا بهذه المباراة لان المنتخب الاسباني بيسعى ان هو يحقق اللقب الرابع وينفرد بالرقم اما بالنسبة للمنتخب الانجليزي فهو بيسعى الى اول بطولة في اليورو بالنسبة له فاعتقد الحافز موجود بين الاثنين ولو جينا نتكلم عن المستوى اللي داخل المباراة فاعتقد ان ما فيش اي حد هيقدر يلوم اي فريق من المستوى اللي بيقديه داخل المباراة او داخل ببداية المباراة لان احنا عارفين نهائيات تكسب ولا تلعب بس كنا منتظرين ان احنا نشوف ايه اللي هيتعمل على ارضية الميدان وازاي كل فريق هيتعامل مع الخصم بتاعه ازاي اسبانيا هتقدر تتعامل مع المنتخب الانجليزي وتكون هي اللي هي اليد العليا او السيطرة او ان هي اللي تقدر انها تفوز في النهاية وازاي المنتخب الانجليزي لحد الان ما كانش ادى اداءات طليق باسم منتخب انجلترا حيقدر يقف مجابها للمهازة المنتخب القوي جدا والمرشح الاول في هذه البطولة واللي من خلاله يقدر يحقق البطولة الاولى لها عشان كده شوفنا شوت اول تعتبر مفهوش اي شيء ما بين المنتخبين لان المنتخبين فعلا مقدرين بعض خايفين من بعض خايفين ان يكون في اي خطفة من هنا او من هنا سيناريو يقلب المباراة لصالح الخصف فشوفنا كل منتخب لما تكون في حاجته الكورة المنتخب التاني تجد انه بيكون مقرب الخطوط منتشر بشكل جيد بيحاول انه يغطي المساحات اللي موجودة في دفاعه او في نص ملعبه بيحاول انه يضغط داخل نص ملعبه بحيث ان المنتخب القصاده ما يشكلش اي خطورة وكان ناجح كل منتخب فيهم في عمل ده سواء المنتخب الاسباني او حتى المنتخب الانجليزي العيب الوحيد بالنسبة للفرقتين انه هما كانوا بطاق زيادة عن اللزوم فلا المنتخب الانجليزي بيفعل هاجمة المرتدة بشكل كويس جدا او بالسرعة الكافية ولا المنتخب الاسباني لما بيحتفظ بالكورة كان بيبناء الكورة ما بينه والبساط بتبقى بشكل اسرع فده ادى ان المنتخبين كانوا بيلعبوا بشكل مرتاح شوية واللي نقدر ان احنا نديهم الكريدت في الشوط الاول كانت الازهرة بالنسبة لهذا المنتخب او لهذا المنتخب اللي خافت تماما اجنحة اللي موجودة اصادها فاحنا ما شفناش لا يمين يامال ولا وليامز في الشوط الاول ولا شفنا الناحية التانية فودن او حتى بيلنجهام اللي بينزل مكانه على الناحية الشمال او حتى ساكة في الشوط الاولاني تماما وكانت المباراة تحسها تكتيكية ما بين الاتنين في كده لعب في نص الملعب ولكن كهجمات خطرة ما فيش اي شيء والشوط التاني حرفيا احنا غيرنا كل ده تحس ان احنا دخلنا مباراة جديدة مباراة مبين منتخبين اخرين او مباراة مبين نفس المنتخبين لكن مش هما اللي لعبوا معنا اول 45 ديال لان من البداية شفت ان السرعة رهيبة في تناقل الكورات وفي نقل الهجمة سواء بالنسبة للمنتخب الاسباني او حتى بالنسبة للمنتخب الانجليزي لما جات له فترة انه هو يستحوز على الكورة او انه هو يعمل هجمات مرتدة وهنا تظهر المشكلة عندك من خلال السرعة اللي بيستخدمها المنتخب الاسباني في المنتخب الانجليزي التغطية من ناحية وولكر كانت ضعيفة جدا وده راجع لان ساكا ما بيعملش تراك باك بشكل جيد جدا مع الظاهير او مع اللعيب وايضا بان بيكون اللعب بالنسبة للمنتخب الاسباني متواجد على الناحية اليمين او نحنا بنودي اللعب في الناحية اليمين نحية لمين يامال وبعد كده ننقل الناحية التانية على وليمز على قول مرة واحدة عشان تلاقيه انه دايما في مواجهة المرمى او حتى مواجهة واحد على واحد ضد وولكر وانه هو يحاول بمهارته ان يلعب العرضية او انه هو يسدد ويقطم لجوه ويسدد وده اللي شوفناه في الهدف الاولاني بعد مكورة تناقلت بسرعة وبعدين تلاقيها بتوصل لرجل وليمز اللي كان يعتبر شبه منفرد بيكفورد وادى ده الى الهدف الاول بالنسبة للمنتخب الاسباني اللي بعتب عليه في المنتخب الانجليزي ان ما كنتش بشوف ردة الفعل لا بعد الهدف الاولاني ولا بعد الهدف التاني اه فيه هجمات المنتخب الانجليزي وهم اربع هجمات كلهم على مستوى المباراة اللي تقدر تقول ان هما فيهم كرات يعني كانت خطرة على مرمى المنتخب الاسباني واه مباراة بالحجم ده كافي اربع فرص فيها بحق فقط ان هي تدي لك الفوز وتدي لك الادبانتج لكن كنا ننتظر ان احنا نشوف قوة اكبر من المنتخب الانجليزي اعتقد احد نجوم المنتخب الانجليزي ويمكن لادى ان المباراة تبقى على ما هو عليه هو بيتفورد اللي التصدى الاكتر منكورة بالنسبة للمنتخب الاسباني وحافظ على النتيجة الناحية الثانية من شور ساوس جيت لا يقلب اسلوب اللعب ولا يغير حتى من اسلوب اللعب تبديلاته هي تبديلات مركز بمركز اللهم اللي هو التبديل بالمر مكان موينه وهنا سألت نفسي يا عم ساوس جيت انت بتعمل ايه انت اصلا مستحوذ عليك ومسيطر عليك من المنتخب الاسباني فبالتالي انت عايز لعيبها في خط النص تستعد لك السيطرة على هذا الخط عشان تقدر من خلالها تستحوذ وتبدي تهاجم المنتخب الاسباني وتبدي تعمل كراتك والتركات اللي عندك والتكتيكات والافكار اللي عندك لكن سحب مينو والنزول بالمر انا متفاهم ان بالمر هو اضافة كبيرة بالنسبة للمنتخب الانجليزي والراجل عنده الكتير اللي هو يبديه للمنتخب الانجليزي لكن تفضية خط الوسط دي كانت صعبة خصوصا ان انت فيه رودري الناحية الثانية مصاب وطلع ده كل اعتقد مع خروج رودري قالك بس المباراة هتتحول الى صالح انجلترا ولكن شوفنا ان المنتخب الاسباني هو المسيطر هو اللي عنده الكورة دايما هو اللي عنده التنقلات السريعة هو اللي بيحاول يقتل المباراة وان انت بتشوف على الرغم من التبديلات بتاعة واتكنز وبتاعة بلمر لكن هدف المنتخب الانجليزي على الرغم انه هو من تحول من الدفاع للهجوم لكن بيانم على المهارة والحاجات اللعيبة موجودة عندها في المنتخب الانجليزي من اكتر مرة نقول ان احنا المنتخب الانجليزي عنده من المهارات والكفاءات ما يدفي بس محتاجين حد يوظفهم بشكل جيد جدا لما تيجي تشوف الجود بالانجهام وهو بيستلم الكورة وبيحطها لبالمر وبالمر التسديدة بتاعته تعرف قد ايه موجود مواهب عند المنتخب الانجليزي وكفاءات عند المنتخب الانجليزي كورة جود بالانجهام اللي بيستلمها وسط اربعة من المنتخب الاسباني ويسددها وتطلع الجنب العرضة توحيلك قد ايه المنتخب هذا المنتخب عنده من الكفاءات وعنده من الجودة وعنده من المهارة ما يكفي ان هو يغلب اي فريق لكن جبنا الهدف بس يا جماعة احنا جبنا اللي احنا عايزينه ارجع للخلف ليس مثل المنتخب الاسباني يحاول ان هو يجيب الهدف الثاني وخصوصا ان هدفه كان مبكر فبالتالي احاول ناكل المنتخب الانجليزي في النص لأ المنتخب الانجليزي جبنا التعادل خلاص يا جماعة احنا نصل لضربات الجزاء احنا بصوا احنا كل مباراة بنلعب مئة وعشرين دقيقة وباسم الله ما شاء الله بنقرف نفوز احنا في الاشواط الاضافية فانوصلها للاشواط الاضافية تيجي تبص الهدف الثاني منتخب الاسبانيا تيبيكال الهدف الاول مع اختلاف بريئة التسجيل يعني بتلاقي ان كوكوريا جايب يتقدم من ورا القدام بدون اي حد يقول له انت فين يا عم كوكوريا طب رايح فين يا معلم طب معلش ادفع كارتة عشان انت الخط ده انت معديه يعني ما ينفعش مفيش محدش عامله تركباك محدش بيروح ان هو يرقبه فبالتالي متسافة الراجل اوير زبال بيدي له الكورة في مساحة كوكوريا باسم الله ما شاء الله اللي هو ايه ممكن يقعد يفكر سنتين اعمل ايه بالكورة قبل ما يقرر ان هو يلعبها وبعد كده تلاقيه بيعمل العرضية الارضية ومعرفش ليه بيكفورد بدل ما يبص على الكورة هي رايحة فين ويبص على المهاجم وكان لو وقف مكان وبيكفورد كانت تصدد الكورة دي لكن بيكفورد توقع ان الكورة هتعدي من المهاجم فبالتالي هو هيلحقها بعد ما ايه المهاجم ولكن اوير زبال مد رجليه عشان يحطها قبل بيكفورد ويحطها في المرمى وتصبح النتيجة اتنين واحد طب ايه ردة الفعل بالنسبة للمنتخب الانجليز طب ما بتشوفش اي ردة فعل الا بس خلاص اه باقي خمس دقايق بس احنا ما بنشوفش ردة فعل اللهم الا بعض المناوشات مش ده المنتخب اللي تقول ان هو رايحة عادل حتى ولو كان في كورة بعد كده اتشالت من على خط المرمى من داني قلمه في الركنية اللي تلعبت وتلعبت بالهد طالت مرات مرة يطلحها الحارس مرة يطلحها داني قلمه من على خط المرمى والتالت تطلع بره ما اعتقدش ان لو فيه منتخب بيحاول ان هو يجري ورا النتيجة فعليا بيحاول ان هو يجيب التعادل حاسس بمستوى الخطر اللي عليه ان انا بلعب في نهائي مهيئ بشكل كافي كان هيقدي اداء افضل من كده لو هو فريق مهيئ لو هو فريق محفز بشكل جيد جدا لو هو فريق عنده افكار وخطط فعليا اللي هتتابعه لما اكون في حال التأخر وازاي هعمله لو هو عنده مدرب من بره بيحاول يدي تعليمات على مستوى الحاجات اللي هو شايفها لكن احنا كل اللي بنشوفه الزنات دخل فيها جون اعمل ايه نزل مهاجم تاني يا معلم طب هو كين طلع ليه من الاساس اقولك كين طلع ليه لان الادوار اللي انت مديها الكين هو مش قادر يقوم بيها انت محجم كين في دور معين فهو مش قادر يقوم بيه لكن لو انت تديته الحرية زي ما بتديها الواتكنز لما بينزل اعتقد ان انت ستشوف خطورة اكبر من كين واعتقد انه من الاولى ان هداف البطولة مع داني قلمه بثلاث اهداف كان يستمر وقته اكبر من الستين دقيقة للعبه حتى ولو ما كانت ظاهر بالشكل الكافي ما ظاهرش بالشكل الكافي لانه مفيش امداد بالشكل الكافي بالنسبة لكين لو كان في امداد بالشكل الكافي سنشوف شكل افضل من كده لكن تعال بص ناحية تاني على المنتخب الاسباني منتخب الاسباني اه طلع مراطة نزل اويرزابال لكن بص كده من بعد الهدف الاول بالنسبة للمنتخب الاسباني او من هدف التعادل ستجد ان ويليامس ثابت طرف وينزل مكان مراطة لانه هم افتقدوا كمنتخب الاسباني اللي يستلم هنا واللي نسند عليه اويرزابال مهاجم سندوق فبيخش داخل منطية الجزاء مش هو المهاجم اللي تسند عليه فبالتالي المين اللي بيعملوا الدور لما طلعنا مراطة اللي بيعملوا ويليامس وكان قايم بيه بشكل جيد وكان قادر ان هو يخلق اكثر من فرصة بالنسبة للمنتخب الاسباني سجله منها لولا بيكفورد واتعامله معها فبالتالي ده فرق افكار ما بين المدربين فرق افكار ادى في الاخر ان المنتخب الاسباني المنتخب الاقوى على مستوى هذه البطولة اللي خاد المشوار الاصعب اللي كان الافضل هجوميا وكان الافضل على ارضية الملعب واللي بيقدي افضل قرش حتى الان داخل اليورو هو البطل في النهاية واعتقد ده هو الالصاف بعينه بالنسبة للمنتخب الاسباني والكرت القدم اللي ببعض الاحيان احنا مش بنشوفه في بطولات كتير في النهاية ده كان كل اللي عندي عن تتويج المنتخب الاسباني باللقب الرابع له في اليورو وهارد لك لمحبي المنتخب الانجليزي الخسارة التاني مرة في نهاي اليورو اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم لو عجبك الفيديو متنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته